مرحبا يا خلاح مرحبا يا خلاح عسر الصدامه والنشاب لهجوم علم يمين وكماد وطن يوم التحارة ويوم التغريب موسيقى بداية على وردنا نعرف السيد والمشاهدين بحضرتك يقول لك المشوار الألف ميليا بدا بالخطوة نعرفنا نعرف السيد والمشاهدين كيف كانت بدايتك وانطلاقتك في حياتك العلمية والعملية موسيقى كنت عايش بالكويت وكان بالمتوسطة وطلعت من مدرسة واشتجهت للحرفية السيارات وتميت بالمشوار هذا للحين كانت تقولك لهذا الحرفية والصناعية تحديدا كان رغبة منك والله كان رغبة مني الوالد والأهل كانوا معارضين وكاني اشتغل بالمصلحة هذه نعم ونتكلم شوي عن دخولك لدولة الامارات العربية المتحدة يعني بسبب اختيارك لهذه الدولة وأكيد كان لك دول كثيرة ومتاحة يعني تحديدا دولة الامارات لماذا بسيدي؟ دولة الامارات اللهم صلع سيدنا محمد أول شيء بلد مضيافي ما شاء الله عليها وهي الناس طيبين وشوخهم ما شاء الله عليهم الله يحفظهم وجيت هون لي الولاد خال بيشتغلوا هون في أبوظبي فكان مرشح اني اجي هون والحمد لله جينا هون والله ما صلى الله عليه وسلم امن وامان البلد ومرتاحين والحمد لله شغلنا كويس والحمد لله نعم نتكلم عن هذا المركز يعني متى تم تأسيسه؟ هذا المركز تم تأسيسه بالالفين وستععش هذا نعم وكان عندي مركز بالشارقة من الف وتسعمية وثمانية وتسعين نعم وصل هنا تقريبا من الف من الفين وستععش لحد اليوم هذا الحمد لله في امارة دبي نعم يعني ما شاء الله عليك ما يقارب اكثر من عشرين عاما داخل هذه الدولة تقريبا وكيد عايش على الماضي والحاضر في هذه الدولة نعم نتحدث اكيد عن والدنا وابونا ومؤسس دولة الامارات الشيخ زايد طيب الله فلا الله عم كارم الشيخ زايد ما يتحدث؟ الله يرحمه الشيخ زايد ويرحمه ويرحمه ويحسن اليه ان شاء الله احنا بعهده شفنا الخير كله الحمد لله ما بعده احفاده الله يطول عمرهم والحمد لله يعني تأسس الدولة كلها يعني هو كل الدولة تقريبا نعم ونتكلم شوي عن الحمد لله رب العالمين يعني توبة الامارات ايضا تنعم في منظمتها نعمة الامن والامن نعمة الامن ووجد الاستخبار والاستثمار ماذا تعنيك نعمة الامن والامن سيدك؟ تقريبا تعني كل اشي الامن والامن بالامارات الحمد لله فضل من الله واهلها الله يحفظ اهلها وشوقها الحمد لله احنا عايشين الحمد لله في احسن امن وامان الحمد لله الواحد ما بيخاف يطلع واحدة بالليل يطلع الساعة خمسة الصبح اي وقت الحمد لله وما فيه الحمد لله لكل خير موسيقى وكيف تنصح المستثمرين الخارجين يجدوا استثمار داخل هذه الدولة؟ والله الاستثمار في هالبلد مفتوحة للكل تقريبا واللي بيقدر يجي ويستثمر ويشوف حاله والحمد لله هون الحمد لله نعمة وخير الحمد لله الحمد لله ولتكلم عن هذا المركز يعني حقيقة مضمن اصدقائنا وزمننا في يعني في بلدي دبي وجدنا نسمعه شعبية عالية سيد خليل نجيبه يتمتع فيه يعني السؤال كيف جاءت هذه الشعبية؟ والله الحمد لله بداية الواحد يكون شغل المكانيك او صيانة السيارات بدها شوي يكون واحد يكون يخاف يخاف ربه مثل ما يحكوها وكل اشي بالصورة بالواتساب الحمد لله حين فيه واتساب فيه تعامل تصور توديله ياه وتقوله شو العيب وتقوله شو اللي صار بتضب بالسيارة وشو وكل انسان بعلم شو فيه بالسيارة والحمد لله ماشي مع زباينا كله ياتم وما شاء الله عليهم موسيقى 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 للمصلحة اللي احنا فيها والمهنة هذه فالحين تقريبا رح يدخل علينا نظام جديد اللي هو السيارات الإلكترونية والكهربائية وإن شاء الله رح يكون هنا فيه شغل أحسن وأحسن إن شاء الله إن شاء الله سيد خليل نجيب يعني أحمد سعدي موجودك معنا في برنامجنا برنامج متفاءات الإمارات وكلنا زايد يعني بدنا نأخذ منك رسالة إلى الوطن وقائد الوطن ما هي رسالك والله رسالتي أول شيء رسالة أول شيء أول شيء شكرا والله يديم المعروف وإحنا هون الحمد لله جبنا أولادنا هون وعشنا هون وشفنا الأمان هون والله يطول بأعمارهم الشيوخنا والله يرحم الشيخ زايد برحمته ويرحم حكام الإمارات ويرحم المسلمين الأجمعين إن شاء الله فإلهم الشكر وجزير الشكر وصيين طابلين الوطن وعنوا اكتراما كدرهم عندهم وكيد لما لا يشكر الناس لا يشكر الله سيدي يعني لا شكرا الله يخط دولة الإمارات يعني قيادة وشعبا وشيوخ من حكامنا دولة الإمارات ولا ينسى أيضا حطوط الدفاع الأول والقوات المسلح والأجهز الأمنية طبعا هذولا هذولا ما فيه داعي للتعريب نعم أكيد هذول الناس هم سهار الوطن هذول والله بنا كل الشكر وبناكم تكونوا كل سنة بخير على السنة الجديدة إن شاء الله إن شاء الله من الأحسن للأحسن إن شاء الله وإزدهار إن شاء الله كل عام أنتم بخير والوطن بخير وقائد الوطن بل في خير وكلهم بخير إن شاء الله ومشكرك على حسن استقبالك لطريق كفاءة الإمرأة شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة